بك رامز إذن الغارات المسائية متواصلة على مناطق مختلفة نتحدث عن حداثة تولين زوتر برعشيت وغيرها أطلعنا على تفاصيل هذه الغارات وأين تركزت صحيح جمال رئاسة الحكومة اللبنانية تحدثت في هذه الحصيلة اليومية عن 87 غارة تركزت بمعظمها في محافظتي الجنوب اللبناني والنبطي هذه الغارات إضافة إلى ما ذكرتم جمال عن حداثة وزوتر الشرقية وبرعشيت كان هناك غارات أيضا على طول الحفة الأمامية كنوع من الإسناد الناري الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار هذه المواجهات البرية فكان هناك غارات على عيت الشعب على القوزح وصولا إلى أقصى القطاع الشرقي في شبعة وفي عمق الجنوب اللبناني في قضاء بن تجبيل نتحدث عن الطيري نتحدث عن حنين نتحدث أيضا في قضاء النبطي عن تبنين وأيضا نتحدث عن قرى أخرى طاولت قرى وبلدات في قضاء سور عشرات الغارات الإسرائيلية التي أيضا أسفلت عن عدد من الشهداء وتحدثت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت ستة شهداء وأكثر من خمسين جريحة توزعوا المستشفيات إضافة إلى ذلك في أشق الميداني المواجهات البرية مستمرة ووضح أن كان التركيز اليوم على محور الذي انطلقت منه هذه الشرارة شرارة العمليات البرية في محور كفركلة ولعديسي أعلن حزب الله أنه استهدف برارا اليوم تجمعات لجنود إسرائيليين في ذلك المحور ووضح أن الحزب كما أعلنت غرفة العمليات في المقاومة الإسلامية التابع له أننا أمام مرحلة جديدة وتصعيدية في ظل مواجهات تحصل على مسافة صفر بحسب ما أعلنت هذه الغرفة وأيضا في ظل ما قالت عنه توغل لقوات إسرائيلية في مسارات تركزت بشكل أساسي من هذا المحور الشرقي من كفركلة العديسي وصولا إلى رب 30 وأيضا عيت الشعب في قطاع الأوسط والقوزح وصولا أيضا إلى القطاع الغربي وأكدت هذه الغرفة أن المواجهات تحصل بمختلف أنواع الأسلحة وأيضا تحصل في محيط هذه القرى على الحافة الأمامية وحتى داخل البلدات هذا مجاء حرفيا في غرفة العمليات ولكن حتى هذه اللحظة يقول حزب الله أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع السيطرة على أي من القرى والبلدات على الحافة الأمامية إضافة إلى ذلك يركز كنقطة قوة لديه هي القوة الصاروخية وأطلقات الصواريخ التي استمرت ومنذ بعض الوقت أعلن الحزب أنه استهدف حيفا بصلي صاروخية كبيرة ومن الصواريخ النوعية كذلك الأمر وبشق الآخر بالقوة الصاروخية أيضا كان هناك سرب من المسيرات الإنقضاضية اليوم أطلقها حزب الله باتجاه صفد إضافة إلى ذلك يستخدم حزب الله ومستمر بهذا التكتيك العسكري على الحافة الأمامية باستهداف التحشيدات العسكرية سواء في شلومي أو زرعيت كما أعلن اليوم مرارا باستهداف هذه التجمعات والتحشيدات الإسرائيلية إضافة إلى ذلك نوع من الغطاء الناري يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفع يتركز على طول هذه الحافة الأمامية